اختصاصيات التغذية صباح الخير يا رند صباح الخير نصرياً وأهلا وسهلاً فيكم كيف أنت والشوكولاتة؟ أنا والشوكولاتة كثير صحبة بس بس الدكنة فقط الدكنة فقط الدكنة مش حين صحبة أنت مع الشوكولاتة؟ لكن ليس الدكن أنا صحبة مع شوكولاتة البيضة كثير منيح هلأ اليوم رح نحكي عن الشوكولاتات المختلفة وشو هي الفوائد كل نوع من الشوكولات وبعدين ممكن نقرر أنت وشو رح تفضلوا إذا الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء أو اللي مع الحليم صباح الخير عزائي المشاهدين وأهلا وسهلاً فيكم بالفقرة الغذائية معي أنا أخصائية التغذية رند الديسي اليوم رح نبلش نحكي عن الشوكولاتة الداكنة اللي هي مصنوعة من زبدة الكوكوة في كتير أشخاص أجت بتسألني طيب هل هاي الشوكولاتة صحية؟ هل هي بتأدي إلى خسارة الوزن؟ هل بتساعدني أني أحافظ على رشاقة جسمي؟ هل هي مش صحية لأنها سوداء ولون القهوة فيعني هي مركزة وكتير عالية بالسعرات الحرارية؟ طيب خلينا نبلش مع بعض وأول شي نبلش نحكي شو مكونات هاي الشوكولاتة الداكنة خلينا نبلش ونقول أول شي هاي الشوكولاتة الداكنة مكونة وبتحتوي على الحديد بتحتوي على البوتاس وبتحتوي على أكيد معمولة من زبدة الكوكوة هاي الزبدة مفيدة جدا إلى جسم الإنسان وهلأ رح نشوف شو فوايدها وكيف هي بتساعدنا كتير أشخاص سألوني طب معقول الشوكولاتة فيها حديد نعم هذا الشي مزبوط هاي الشوكولاتة فيها نسبة حديد كتير عالية وبتساعد على الجسم أنه للأشخاص اللي ما عندهم نسبة حديد منيحة أنهم يكتسبوا هاي الحديد منها طيب خلينا نبلش نحكي شو هي الفوائد الصحية لهاي الشوكولاتة؟ أول شي لحتى نبلش ونقول هاي الشوكولاتة بتعطيني أولا فائدة إلى القلب فيها الشوكولاتة مادة اللي هي زبدة الكوكوة مثل منسميها الكوكوة بوتر هاي الزبدة مفيدة جدا لجسم الإنسان مش بس بتساعد إنها تحمي عضلة القلب ولكن كمان بتساعد إنها تخفض من الكوليسترول السيء اللي نحنا بنسميه الـ LDL فهاي الشوكولاتة مش بس إنها بتحافظ على عضلة القلب ولكن بتساعد إنها تخفف من الكوليسترول السيء الموجود في جسمي بتعطيني الكوليسترول المنيح اللي نحنا بنسميه الـ HDL اللي هو لازم يكون مرتفع عنا بالجسم كثير أشخاص بيجي بتقولي طب معقول هاي الشوكولاتة بتعمل هيك؟ نعم الشوكولاتة الطبيعية المعمولة من زبدة الكوكوة أكيد بتعطيني هاي الفوايد ما ننسى إنه هاي الشوكولاتة كمان فيها مضادات الأكسدة شو هي مضادات الأكسدة؟ هي اللي بتحاول وتحافظ على الجسم من العناصر الطبيعية اللي بتسبب الأكسدة بالجسم فمع الشغل اليومي مع التعب مع الارهاق جسمي بيقوم على الأكسدة فنحنا هاي الشوكولات السوداء أو الشوكولات الغامقة بتقوم على الحفاظ على الجسم بإنها بتعمل عندي مضادات الأكسدة طيب فهاي المضادات ما ننسى إنها مش بس تعطيني بشرة نظرة ولكن تعطيني عمر أصغر ولفترة أطول نعم مضبوط هاي الشوكولاتة بتعقلها كل هاي الفوايد وبتحافظ على جسمي بالطريقة المضبوطة فما ننسى إنه هي بتخفض من الكوليسترول السيء بتزيد من الكوليسترول المليح بالجسم وبنفس الوقت بتحافظ على عضلة القلب وعلى الشرقين طيب في كتير أشخاص بيجوا بيسألوني طيب أدي أنا ممكن أستهلك من هاي الشوكولاتة طيب وشو الكمية المسموحة لفيها هل إنه أنا منها هاي الشوكولاتة مفيدة ممكن أستهلك منها كميات كبيرة طيب خلينا نحكي ونقول صحيح هاي الشوكولاتة إلها كتير فوائد ولكن بنفس الوقت هاي الشوكولاتة بتعطيني سعرات حرارية كتير عالية هاي السعرات الحرارية ممكن تأدي إلى زيادة الوزن مع الوقت فإلها مضار فإلها أنا أعز في فوائد وبنفس الوقت إلها أضرار أضرارها إنها عالية بالسعرات الحرارية ولكن بتعطيني فوائد كبيرة هاي العلو بالسعرات الحرارية مع الوقت بتكدس الدهون بالجسم طيب إذا أنا حابة أخذ الفوائد من هاي الشوكولاتة ولكن مش حابة إني أزيد من السعرات الحرارية الحل إني أستهلك كمية معقولة يوميا هاي الكمية لا تزيد عن حبتين من الشوكولاتة الصغار مما يساوي 30 جرام أو اللي همي قد أصبعيني هلد فنحن ما ننسى إنه هاي هي الكمية المسموحة من الشوكولاتة يوميا لحتى أنا أكون اكتسبت الفوائد وبنفس الوقت ما زدت السعرات الحرارية اللي رح تأدي إلى زيادة الوزن نحكي عن شغلة كمان كتير مهمة في أشخاص بتعطي أولادها نسبة عالية من الشوكولاتة نسبة عالية من السكر ونسبة عالية جدا من البسكوت والدهون الدهون المهدرجة طيب هل ممكن نستخدم الشوكولاتة السوداء أو الشوكولاتة الداكنة كاستبدال للشوكولاتة البيضة مع الحليب طبعا هذا الشيء ممكن ونحن بننصح أن الأمهات يعودوا أطفالهم على الشوكولاتة اللي لا تحتوي على السكر لأن السكر هو اللي بيأدي إلى تسوس الأسنان وبيأدي إلى زيادة الوزن المفرطة وطبعا نحن عندنا الشعيرات اللي على اللسان كتير ذكية أنه نحن كل ما غذيناها سكر أكتر كل ما رح تطلب سكر أكتر وأكتر فنحن إذا عودنا أطفالنا على أنهم يستهلكوا كمية كبيرة من السكر وهم صغار هاي الشي رح يتزيد ورح يتضاعف مع العمر ورح يحتاجوا سكر أكتر وأكتر يوم بعد يوم فما ننسى أنه الشعيرات اللي على اللسان ذكية جدا ونحن بنحتاج تقريبا أسبوع لحتى نعودها على طاعم معين فالأشخاص اللي مش متعودين على هاي الشوكولاتة بعد بأسبوع ممكن يلاحظوا أنهم هم يقدروا يتعودوا عليها ويصيروا يستهلكوها بدل من الشوكولاتة المحلية بالسكر والأشخاص اللي بيطعموا أطفالهم الحليب مع الشوكولاتة المليئ بالسكر كمان ممكن نعود أطفالنا أنهم ياخدوها كمصدر استبدالي للشوكولاتة المليئة بالسكر طيب هل في أنواع مختلفة أنا ممكن أن أقيها؟ طبعا نحن بنتفضل أنه نسبة زبدة الكوكوا تكون في الشوكولاتة من 70 إلى 80% كلما النسبة كانت أعلى كلما بيكون هاي لها فوائد أكتر وبتحتوي على الزبدة المفيدة أكتر وأكتر طيب فالأشخاص اللي حابين يعرفوا قدي أنا عندي نسبة سكر قدي عندي نسبة دهون وقدي عندي نسبة شوكولاتة به هاي المنتج دايماً لحنا لازم نتطلع ونقرأ اللوحة أو اللائحة الغذائية الموجودة على الأطعمة هاي اللائحة الغذائية بتعطيني فكرة عن محتويات هذا المنتج وبتحكي لي أن هذا المنتج هل هو صحي أو مش صحي فنحن لازم ننتبه أنه دايماً بيكون عندي السعرات الحرارية ورح نشوف بفقرة كاملة إن شاء الله بالفقرات القادمة كيف ممكن نقرأها ونستفيد منها ولكن عشان نعرف إذا هاي الشوكولاتة الداكنة صحية أو مش صحية ممكن نشوف السعرات الحرارية نسبة الدهون فيها ما تكون أكثر من 25% ونسبة السكر تتراوح بين 1 إلى 5% هذا هو المفضل فنرجع نذكر ما يكون فيها نسبة الدهون أكثر من 25% نسبة السكر تكون من 1 إلى 5% والسعرات الحرارية حسب كل احتياجات جسم طيب للأشخاص الحوامل هل ممكن يستهلكوا هاي الشوكولاتة؟ طبعاً نحن بننصح الحوامل إنهم يستهلكوها ليه لأنه نحن بنقوم بالحد من السكر وبنفس الوقت بنعمل الطعم اللي نحن بنفضله وبتعطينا دفئ بهذا الطقس البارد طيب وللأشخاص اللي معاهم سكري كمان طبعاً ممكن يستهلكوا هاي الشوكولاتة لأنها لا تحتوي على السكر واللي يفضل إنه نحن نشتريها إنها ما تحتوي على السكر ونتأكد من اللائح الغذائية اللي بتكون على المنتج إنها ما تحتوي على أي نوع أو منتج من السكر لحتى الأشخاص اللي معاهم سكري يستهلكوها فما ننسى أنه الكمية المسموحة هي عبارة عن مربعين من الشوكولاتة الداكنة مفيدة جداً كاستبدال للشوكولاتة اللي بالحليب والسكر وطبعاً بتعطيني الدفئ اللازم والحماية للقلب اللي نحن منحتاجها إن شاء الله تكون استفدنا بالفقرة الغذائية إلى هذا الأسبوع ونشوفكم إن شاء الله يوم السبت لحتى نحكي عن موضوع جديد وكمان بهمنا كلنا نرجع هلأ لنسرين ومجحم مع برنامج يوم جديد